نور، ما لدينا تغريدات قبل أن نفوط على فاصل إعلاني؟ نعم ويسام، أريد أن أسألك رئيس الجمهورية تقادى أربع معاشات شهرية ما يتقادى 18.750.000 رئيس الحكومة 15.650.000 قائد جيش 9.850.000 و 6 مليون عن نائب سابق هذا أنا فيه يعلق بس عن نائب سابق أنه البقية معلقة أنا اليوم وزير وأنا بقول لبكل بساطة أنا معاشي ما ممكن قدر كفف فيه أنا كنت بشغلي في الوضع أحسن منه أنت دائما عاشت هلأ صور 8 مليون وشي كوزير بس أنا علي التزامات كوزير ما كانوا علي بالأيام العادية أنا ما في لب اليوم كل الدعوات اللي بتجيني وكيف مدبر حالا؟ أنا كوزير أنا عم بقول أنه اليوم يعني ما فينا نقول هاودي معاشات مرتفعة جداً منا مرتفعة أبداً أنا ما عندي لا ضمان صحي ولا عندي بدل مدارس ولا عندي أي شيء زيادة عندي بس استقبل ناس وضيف ناس وانتبه على ناس وروح عامل زيارات وكل شيء بتصور منه ما عاش كتير كبير بس هلأ المقصود معلش مقصود بهذا السؤال بهذا التغريد المقصود رئيس الجمهورية إنه بيتقاضى أربع معاشات شهرية يعني وفيه بعدين أباقي الأسماع صراحة ما عندي معلومات مني خبير اقتصادي بعرف كل حدا شو بياخد بس أنا بالنائب السابق يعني أنا بلاقي ما في دولي بالعالم بتعطي إنسان يعني مدى الحياة ولأحفاده ولولاده ولاده بعدين عم تسبب مشكلة أنت مع أنه تتزبط هاي دي الأمور أنه نبيضت كذا معاش صاروا البنات عم يتجوزوا خارج لبنان وما يسجلوا زواجاتهم بلبنان تيضلوا يقبضوا تقاعدات عن أهلهم وكل شيء عم تخلق لنا وكأنه مشكلة شو بعد عنا نور؟ ترجمة نانسي قنقر